ما عليكم اه مختبر اج دي ايل و ال دي ايل. المختبر ما لل اج دي ايل دي ايل اثنين بسيطات. المعلومات الخارجية اللي انذكرت بالشرح تعتبر بسيطة. مو ذاك الكثر ولا ذاك التعقيد. اه معلومات المجانية صراحة ما متطلع عليها حاليا. بش هي اكيد انه اذا شفنا اكو فرق جبير حينزل بالقناة. تمام? اه يعني هي اخذوا فكرة عامة عن ال اج دي ال هي لايبو بروتين يعني تتكون من الليبيد وتتكون من البروتين. نسبة الليبيد والبروتين تختلف ما بين ال اج دي ال والال دي ال. على اساس هاي النسبة على يعني على اساس الفرق حن نقسم ال لايبو بروتين اذا لايبو بروتين اخو خيتين حبه اللي هو ال اج دي ال والايبو بروتين اه غسيث ما نحبه اللي هو ال اضياء. تمام? ال اج دي ال ياخذ لي الكوليسترول من التشوز ويروح يذبها بالليفر. عنا مو يتخلط من عدد الجسم. ال اضياء الله بالعكس. ياخذها من التشوز ويروح يذبها بالش اسمه? اه. بال اه. بالفصل وال. بالتالي ممكن انه شنو سير عدي الافراسكلا راوس اسم. تمام? هالك فكرة عامة عن اللي حنخوضها ال اج دي ال والال دي ال. يقول لك جاء عرابي فسأل هو هاذا الكوليسترول شنو ما لا اهل? ليش احنا حايرين بي و اج دي ال والو يا الله ما ادري شنو. هو ينتقل واحدة بالدم. فجوابنا الاعرابي الاعرابي وقلنا له انو اخويا هذا الكوليسترول هو لما يريد ينتقل بالدم غير كون يذوب? لا يذوب لا يرتبط. هل هو يقدر يذوب? لا ما يقدر يذوب لان هو مادة دهنية. هل من اممكن نذوب بالدم اللي هو يعتبر اه بولر او يعتبر اه هيدروفليك? لا ما اممكن. فعني يحتاج لما ادري ارتبط بيها انا قد يجي يمشي بمجرى الدم وبعدين يشوفوني اللي يريد يروح. للليفر للش اسمه? للمصل للش اسمه او الواتبار. تمام? او المهم. فلما انا يجيني واحد يشاري يقول لي يا ابا هذا الكوليسترول ليش يحتاج اه نواقل? انا يقول له هو هادا الكوليسترول ما يذوب بالدم. بالتالي يحتاج قليل اللي هي الايبو بروتين. زيني. جبناها عن الايبو بروتين. هو اعاملها مختلفة. ال HDL, LDL, VLDL, IDL والشايلو مايكرونز. تمام? احنا هيكون كلامنا عن ال HDL وال LDL. زيان. خلان نشارف عن ال HDL. ال HDL it is a high density lipoprotein. هذي lipoprotein density ما التعالية. which is one of the classes of lipoproteins that carry cholesterol in the blood. هي احد الاصناف اللي 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 تنقلي الكوليسترول بالدم. تمام? زيان. من شنو يتكون ال HDL? يتكون من protein with a small amount of cholesterol. احنا قلنا ال HDL الكوليسترول اللي بيكون قليل مقاننة بال LDL. تمام? البروتين بيكون اكثر. ال HDL بروتين بيكون اكثر من الدهون. متفقين ال LDL? لا بالعكس. زيان خويا. why it is beneficial? جاوبت خيتي وقالت. it is beneficial because it removes excess cholesterol from tissues and carries it to the liver for disposal. so decreasing the risk of atherosclerosis. يعني هو مفيد واحنا نعتبره حبوب واخو خيتي لان هو يطلع لي الاكسس ما للكوليسترول الزايد من الدهون الكوليسترول من الشي اسمه من التشوز من الانسجة وروح ينقلها للفرق ولها كتخلص من عده. تمام? فلما هو اخذ لي الزايد من الدهون اخذ لي الزايد من الكوليسترول قللني لنسبة الاصابة بالاثراسكلروسيز والهارد ديزيز والواتفر. تمام? زيان انا شوكت اسوي التيست من ال HDL. when it should be ordered? it is ordered as part of lipid profile. احنا مو سولفنا بالمختبر الفات عندنا التحليل اللي سميه lipid profile. تمام? فهذا lipid profile هيحتويلي على اكثر من التحليل من ضمن هاله ال HDL. تمام? اه for those adults having one or more risk factors for heart disease. يعني انا اي شخص بالغ عدي رزق فاكتر واحد او اكثر للهارد ديزيز للعمل هذا القلب. انا اقول له اروح سويلي lipid profile. وحيكون من ضمن lipid profile هو شنوه ال HDL. also for children and adults having risk factors for heart disease. those should have their first lipid profile between two and ten years old. يعني يعني الاطفال والمراهقين اللي يعدهم رزق فاكترز آلية مقارنة باقرانهم. تمام? هذول هم ما سوي لهم lipid profile. زي شنو اغل عمر ازوي لل lipid profile من سنتين? سنتين وصاعد. تمام? يعني يعني ايجان الطفل مثلا عده اه مشكلة بالانزيمات اللي ته ته تحلل للدهون. او مثلا عده على تاريخ اه عائلي ان الدهون تتعلق يمهم ذولي. او تاريخ عائلي عندهم امراض قلب. ضغط الى اخرهم. فهذا انا انا احافظ علي يعني افتهم الوضع من من اه بصورة مبكرة. بعمر السنتين وصاعد اشيكلة شنو اشيكلة اللي حيكم من ضمن هنا الاجديال. زي ان بعد شنية الحالات اللي من الممكن انا اشوي بيها lipid profile test. عاني اذا مثلا رحت للدكتور تمام? والدكتور شاف عندي الدهون معلقه. تمام? زي ان فقال لي شنو يسوي لاي اشتعل موديفكيشن. روح العب رياضة والتزم بداية معين. اه اش يزم مدري يعني ارتب لي حياتي بطل تدخين. اه لا تضرب ثريت. لا مدري شنو. تمام? فلما اجي ورا فترة اريد اشوف انه انا مدى ان اجاع هاي lifestyle modification. اروح ازوي لا بده profile test. تمام? it is order to evaluate the success of lifestyle changes such as diet exercise and smoking cessation aimed at increasing HDL اه كوليسترول level. يعني انا لما نجيت وسويت هاي lifestyle modification غيرت اسلوب الحيواتي. ودا ريد اشوف انه انا اصعد عدي اله اجديال لو ما صعد. اله اجديال لما اصعد هذا يعتبر فد يعني نذير جيد نذير خير. تمام? اه بينما اله الا من يصعد لا اذا نذير شعور. المهم. فلما اجيت وسويت اله اجديال صعد عدي لو لا. يعني يعني ماشي بالدرب الصحيح لو لا. اروح اسأل وحيطلع من ضمن اله اجديال. زين. شنو يطلب? يطلب ان البيشنت يكون صايم تسعة الى اثناش ساعة. تمام? زين ندع البيشنت مصايم. فعاني القيم اللي تطلع لي. هحملها اخذ من عندها بس بس اثنين. اله ديال والتوطل كولسترول. اله ديال والتوطل كولسترول ذولي اقدر اعتمدهم. البقية ما حقدر اعتمدهم. زين ليش? اني ال ال ديال الحساب ما تتاعتمد عليه ترايق الاسرايد. ترايق الاسرايد حتكون معلقة. تمام? فاثنيناتهم هحملهم. النتيجة اللي تطلع لي اهملهم. اوكي? زين شنو اللي ممكن نسوي زياني افروض البيشنت مصايم. وارد اشوف ال ال ديال. فعاني اجيب كيت يحسب ال ال ديال بصورة مباشرة. لاني يعني خلنا نقول للحالة الطبيعية. حساب ال ال ديال اعتمد على ترايق الاسرايد. اش قد طلعت ادخلها بمعاودة الرياضية. ويطلع لي ال 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 ديال. اذا انا البيشنت مصايم ترايق الاسرايد حيكون معلق. ما اقدر اطلع اللي ال ال ديال بهاي الطريقة. فاجيب كيت اخر احسب بيلي ال ديال بس واحدة. تمام? زين. اجاني اعرابي لاخ. وطرح سؤال. شنو السؤال ماتي? قال يا باني. رحت للمختبر وقلت لها سويلي لفت بروفايل تست. وقال لي. ات مريض مثلا. اقريت بمرضة قوية. ات مثلا ان صارت عندك هارتتاك قريبة. قلت لأ اي. قلني ما يصير اشوي لك. فدا اشعل ليش ما يصير اصوي لي. زين. الجواب هو انه اني لما اه يصير مرض قوي. او يصير ادي سترس. تمام? اصير جري اكسيدنت وتبار. اهنانة. اه حتتاثر مستويات ال ال اج ديال بطرق مختلفة. شنهاية الطرق المختلفة? يا اما انه من الممكن انه ميتابولوزة مال ال اج ديال تزداد. نتيجة ان اني تتحفز لي اش اسمه? يعني يصير بروام في الاماتري بروسس. تمام? في الميتابولوزة من الممكن انه تزداد وتتسوي برايك داون لل اج ديال. اوكي? زين. من الممكن انه اني لأ البركارسر ما لل اج ديال. يصير بيه نقصان. الجسم متوجه التركيز على اش اسمه? على الحادثة الصعب اللي ديموربي. المرضى او الاكسيدنت او الوثابر. تمام? فمده ينتج لي البركارسر اللي هي المواد الاولية اللي يطلع من ادها ال اج ديال. فهنا المستوامات تحين ينخفض. تمام? او منه ممكن صار ادي اوكسيداتي في استرس. ديصير اوكسيديشن على هاي ال ال اج ديال. سلوها برايك دان و مستوياتها تنخفض. فعني لما صار ادي اكيوة ارنس او اميدياة هاي الحالات هتخفض بها مستويات ال اج ديال ما تحت الطبيعي. تمام? بالتالي انا امحا قيس ال اج ديال بهاي الحالات. رح تطلع ادي نتيجة خاطئة. تمام? فالبيشنط لازم شي سوي لازم ينتظر على اقل شه التشابيع. انا مود يقيس ال اج ديال بصورة صحيحة. زين. بالحمل شنو السالوفة? يقول لك انه حتى الحامل لازم تنتظر ست اسابيع ما بعد الولادة يالله تقيس ال اج ديال. لان هي اصلا الولادة هم عملية تعتبر متعبة. تمام? شواجهة طبيعية او قيصرية. يعني متعبة على ال اه على الام. فهنان اهم مستويات ال اج ديال حتتأثر. وزيادة على هذا شي انه الحمل اه حي يش اسمه? يخربط لمستويات الاستروجين. حترتفع مستويات الاستروجين. لما ارتفعت مستويات الاستروجين حتتأثر لي عليه مستويات مع الكوليسترول او ال اج ديال. زيان انا رح تسوي التست او خلن نقول عشر نفرات رح اتسوي التست. وطلعت النتائج مع ال اج ديال معلتهم مختلفة. تمام? في اي نتيجة حقول علي هذي الشخص اصبتاً لا بمرحلة الخطر او هذا الشخص لا هو عادي طبيعي او هذا الشخص لا هذا حياته جنبازية يعني مضبوطة النتائج اللي طلعت اما. الرجال اللي ايش ديال معلتهم اقل من الاربعين ذولي هاي رسك فاكترز. زين. النساء اللي اقل من خمسين مو اقل من اربعين هذولي هم يعتبرون بالهاي رسك رينج. تمام? زين. الديزايرابل يعني خلينا نقول المنطقة الوسطية. تمام? اربعين الى خمسين بالنسبة للرجل. خمسين الى تسعة وخمسين بالنسبة للمرأة. اوكي? زين. شنه الهلثي اس لفوز ان المستويات الصحية لازم يكون فوق الشسمه. ستين او اكثر. اذا ستين او اكثر فهنانا البيشنت هو بحاله تعتبر صحية جيدة جدا. تمام? وكل هاي الارقام مطلوبة بالامتحانات. زين. اكفاد ريشيو اللي هو توتال كوليسترول على الاش ديال كوليسترول. هذا شنه الريشيو هاي النسبة. انه انا ده اقسم التوتال كوليسترول اللي طلع لي. تمام? اقسمه على الاش ديال كوليسترول يعني هنا بين ذي جونه. فعلى سبيل المثال ان التوتال كوليسترول طلع ادي ميتين. والاش ديال كوليسترول طلع ادي خمسين. فاقسم هذا على هذا حيطلع لي اربعة على واحد. زين. اتزار ريشيو يعني خلينا نقول المستوى الطبيعي هو خمسة الى واحد. المستوى اللي مفضلة احنا كلش ثلاثة ونصلاة واحد. اوكي? وطبعا شي اكيد هو كل ما يقيل كل ما احسن. اوكي لان هو لما ديقيل يعني كأنما الاش ديال دي ازداد. فلما الاش ديال دي ازداد في يعني اهنا على البيشنت صحي. اوكي? وهذا اكثر شلائد محبة بالاقل بالطلبة. تانكيو تانكيو. هلو هلو هلو.